موسيقى السلام عليكم ورحمة الله فرشاتي كديرين بخير لبسا عليكم كنتمنى انكم تكونوا في افضل احوال شكرا لكم التعم دائم ديالكم للقناة شكرا لتعليق ديالكم الجميل الرائع اللي نتفرح وكتحفزني على تقديم المزيد شكرا لكل لايك شكرا لكل وقت اللي كتخططحوا باش تشاهدوا القصص وتسمعونها لعلى القناة انتمنى انكم تسمى الرفاة التعم ديالكم الدائم وقدم ما قدرتوا انكم تشاهدوا القصص لعلى القناة فمتتأخروش وعاد ديروط ليلا في القناة فيها مجموعة كبيرة ديال القصص اللي سقدر انها تعجبكم وتنال الرضا جهاركم كانت الحبل من مشاركي هنجدالي شاركوا مؤخرا في القناة تقريبا كثر لألف مشاركة تشاهد الاخر وكان نزيد وكان جدد تسرحي بالناس ديالنا العزاز والصحاب القناة بطبيعة الحال انتمنى القصة ديالنا سوف نبدأ القصة ديالنا في احد الاحياء الشابية وباركة خسين ضمنها سباركة نديجة استخلاص فرحان نايدا كاريمة مرات فرح خمسة دقائق قلقك نايدا قدامي انا نتسرح فرح واخا يلا نصل وننجي كاريمة واخا للا للا لفقيها تحكا تحكا مستفيدة ومشات كاريمة زمينة هذه ياسمين حبيث ماماها اجي ماما عاشي القامر القامر صبر كلها ياسمين تمويوها مرسي ماما حبيبها في الفطور كاريمة بصوتها علي انتويا عادكة صار بنا خلاص وجدي الفطور فرح بعد ما كم لازل ديالها ربي اللي يعلم بحالتها كطلب من الله اني يعاونها نعرفكم على هذا الاسرة هذه كاريمة هي زوجة اب فرح زوجة بعد ما توفد زوجة دياله كانت فرح عند عشر سنين وطبعا مع الاحداث وانتعرف اكثر على الطبع ديالها تسيدة فرح هي ابن زمينة بزار حنينا كتقرف كل يديالتجارة وتيسير والابدي الفرح هو حبدالله كي يعمل سعيف حدا شركة من الشركات الكبرى التابعة لمدبوعة شركات شادلي وياسمين هي ابنت كاريمة وهي تقريبا في سن ديالفرح هي مثال ديالبنت اللي لا الحقودان مغرورة فاقع العبار ديالبنت عرفه على اكثر ياسمين يلا نا غادا لا تسعدت لش المحاضرات ديالي كاريمة وخا حبيبا ارطي البراسك كاريمة وياك تشوف فرح بكور تعودت فرح لديك النظرات وديك المعامل القاسية قبل ما تمشي لجامعة ديال جمعي داك البيت وغسل الممعن ويتنفق من الناس تحضر كل شيء مغلق فرح بحزن كملاس فرح كل هذا الشيء الذي تقوم بها اليومي تحضر الفضور تنظيف ديالدار هذه هي تعملها كل نهار وإذا لم تقوم بها ستحرم التراسة اللي لا يمكن أن تقوم بها ما هي صديقة فرح؟ فرح تعطي لديك الكثير مالك صاحبتي اللي تعطي لها فرح وارك عارفة ما هي الضرر ديالي وليبقى سفحال حالة صاحبتها واخها ماشي مشكلة الله ان شاء الله سيعودك خير ونحن بقي لنا غيعة ان شاء الله ونتخرجه ما ستحتاج لسه واحد فرح ممي وبابا ما سنقوم بها؟ ما يمكنك تفكري فيه؟ وعمرو فكري فيك؟ يكذبك يجي معهم سببه هي الله لا يسأل ان يكون عنده من سبحانك فرح اللي لا لا ما هي ما تقوليش عادرة انا عادرة ومسابحة كيف مكال حراكي كي بقى بابا المهم الله يخلي امنيها انا ما عندي شي حد من غيره في الدنيا هذي كله ركع عارفة مي بحب واخا الله لا 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 يلا نوضي نوضي ندخلو خلاص المحاضرة غد سالة فرح يلا في احد المنزل من المنازل الراقية قدر نقوله قاسر صبح الخير ماما كذا يرسح حسك بزيان امنا ويقاسة على كرسي متحرك الحمد لله يا حبيبي كريم وكي بوص لها يديا اللي يخليك لنا يا للة الكل هيا ام محمد غجبت الفطار جابتولك امنا يا حبيبي ارا الفطار اختيت الدواء ديالي غاسل خدمتك الله يحفظك لي ويخليك لي يا ولدي كريم امين يا ربي هذي عائلة شادلي اكبر اصحاب الشركات في الشرق الاوسط وكريم اذا هو وريد هذا الامبراطورية كاملة الامبراطورية الدخمة بعد الوفاد اما امينه هي ماما اصيبت بالشلل بعد ما توفى زوجها المحيب اللي كانت كثيرا بسافة وكانت بيناتهم وحضل على قزوين الموتة والرحمة والتفاعهم مات هذه خمس سنين بعد ما توفى كيف اهمها الحياة ولا عندك كثيرة متشائمة ولا تفرض على نفسها تماما وكانت تغفل في الورفادها ومشي يقول لحد أبنك شركات الكبرى كيدخل الشاد عنده 28 عام خير عمي تلبسيني محمود وكي حيدك شريفة سوف نفرح بك كاريم ونهزو أولادك ونرى لا تستطيع أن نصبر أكثر من ذلك كاريم عمي انا قلت لك بل ما سنزوج ثاني صافي بركة محمود بعصبية لا سنسمح لك كاريم ترها كتف نفسك محمود بأسف خاصة ترى حياةك كاريم تجعلينيش نحس بالدن كفاية انا قلت زوجناك سلمة بزز منك لكي نحافظه على هذه الامبراطورية صافي يا ولدي لا أريد عليك بدك يتذكر ابنته اللي توفات فلاشباك امينة بعصبية محمود حرم عليك تطلب سلمة سلمة لا ينفع الزوج ولا تنسارك عارف هذا الشيء كامل هذا الشيء كامل تحافظ على الامبراطورية هذا الشيء يجب تحمد الله وتشكره صافي الحمد لله يجب أن أعطينا من وسائل لماذا نفعل هذا الشيء هذا؟ ما الذي يحسب لك؟ حتى تفقتي انت وأحمد لك لا تنسام حمود لله أنا صافي وخا أنا عاجزة ولكن لا نسمح لك وتفقتي انت وأحمد نساه فضل الله تدخل كريم أنا موافقة أمي أمينة وأنا موافقة شاولدي كريم بإشفاق على الحال لأم ديالو قد روصية ديالبابا وماما وأنا ضروري يجب أن نفده أمي ممكن شيء من نفدهش شاف أمي بأسف شاف أمي الوقت المناسب أنا بساك محمود فرح أشعر بالفرحة أن أسمع هذا الكلام ربط على كسف ديالو والدخو وواثقة أنك لا تكتفني وتسمع كلامي خلاهم ومشا أمينة بحزن أنك تتأسف على حال والدها لا تسمع كلام عمك يا ولدي سلما ما ينفعش تزوجها الأطباء قالوا لا بالله ما يمكنش لا حرم عليكم تطلبوها معاكم كريم أنا سأعرضها ثانية لأكبر التكاثير في أمريكا وإلى وافقه وقالوا حالة ما تسمعش أنت ما كاز بغيهاش وقد زوج بوحدة ما كاز بغيهاش قد عسبارة بحل أختك كريم هو يحاول أن يخفي الحزن ديالو بس اللي ماما هي الدية سلما ما بنت عمي يا ماما أنا أكثر واحد خسين وقف جنباهي وعمي على ساعتك يا ولدي على حسب ساعتك للأسف يا ماما هذا الواجب ديالي أنت عارفة عمي كاي سابرني واندون لي مولدوش كيفش ما نواقش نواقش على الطالب بحل هذا راه وطلب مني أمينة بحانا الله يسعدك يا ولدي يا ربي ودهزت الأيام بصورها وتم الاتفاق على عقد القارن وسافر كريم مع سلمة الأمريكا كان سلمة خصد دير عملية والنسبة النجاح ديالها 50% والقارن كان لهم كريم بعد ما عرف بلله نسبة النجاح العملية غير 50% كان متردد طيب قال لهم بلله القلب ضعيف بالساف أفضل أنها ما تديرش العملية ولكن كان واحد الأمل بسيط ذاك الشي قال لهم بلله موافق ولو علاق بل ذاك الأمل مهما كان بسيط كان كريم قال بسحدها سلمة بالمستشفى سلمة بتاعب شديد أنا عارف عالي جزوج شبية مش ترضي باباياك ولكن كريم الله أنا ما نخليكش تديرها كالا قبلي أنا صافي حياتي فترة قصيرة وغدي تسالة كريم كان كي يحسو الشفقة الحالة حتى لو أنه ما كيبغيهاش ولا ما كتعجبوش كأمثا ولكن بالنسبة لي بنسموه الصغيرة اللي محتاجها ما تقولش هكذا سلمة إن شاء الله ستصبره والعملية ستنجح وشديد داب حانان وباسا سلمة بشي زابة حزينة بطي نحكاري محافك بغنموز في بلادي محافك وبالفعل أرجعها تسلمة الأرض للوطن وما سمع درجوها بيومين فقط ومن ذلك للهار ما عادت تزوج كريم بالرغم المحاولات دائما كان كي حسب الندم لأنه كان ربما لو ذات العملية كان ممكن أنها تعيش بتفضيل الأفكار كانت تراوده أما الأب دي كان يحس بالندم تجاهه لدخوه رجعوا دابا للواقع كريم اشفاق على حال عمه صيد صدقني عمي أنا فعلا لا أريد أن تزوج لا يوجد ذلك الرغبة نيعين كان وعدك أن نحاول نفكر تسمع له محمود بحب قل الله كريم وخرج في بلاس أخرى كانت ياسمين قال اسمها وحد الشخص حبيبي امسا ما تتقدمني؟ شادي هو كي حضنا قريب ان شاء الله يعني امسا؟ احنا شهر و احنا دبها كنسول فيك شهر هدب احنا مزوجين كل شوية تقول احنا غيرجو عائلتي من السفر غيرجو عائلتي من السفر تحطننا شادي انتي قلتين بزوجين ياسمين تقدس في الجلسة ديالها كتحاول انها تغطي نفسها ولكن عرفيها شادي عرفي ماشي بكثمج الزواج هذا شادي كاي مثل المهين باننا مع بعضنا حبيبي وبعدا انا ما كرش تكون اي مراتي قدام الناس كلهم ماشي غل فترة مؤقتها عندك يقرب لعب حالا انتي عارف قدش كان بغيك ياسمين بغابة عارف حبيبي تكشي على شوية فقتك لها الزواج في السر يعني ما غديش نسعطلو اشهدي كثرياك شافي اهو كيبت اسمنا كوني هاني حبيبها مقاري داخل الدار كانت القاملة تبعها واقفة عند الباب جيت يا اختي هاتشي كامل في الكلية كوركتي خارجة كالدوري تساري تصحاب فرح بحزن الله يسمح لك يا خاسي كريمة كتتجاوبي معي من الفوق مزيان هي بدأت تمثل ساني ذاك تمثل ديالة كالعادة عبدالله 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 وشتي بنت كيفش كتتجاوبي معي في الهضرة كنسول على الشاطل تقول ليها ماشي شو لك فرحي كتشوف فيها بش مئزاز خلاسها ودخلت لبيتها كريمة وش ما غاديش تغوس عليها نودوا معها كلها العبادش اللي كتدير ياك عبدالله وليتي كتسبق منتك عليها عبدالله وصافي كريمة بلا مسكعي انا غني نعيط ليها ونغوس عليها يلا غاسك سي نخليها حتى تعتذر لك كريمة بتسامة ديالخبط للا صافي بعد من شنو حتى خليتها عدرت في اللي بغايت عبدالله فرح فرح نعم بابا اعتذري من ماما كريمة هي اصلا ماشي ماما ما غاديش نعتذر منها عبدالله شدرها شتية قليل الاهداب وقليل الدرابي اعتذري منها فرح الدموع مروعينها كانت عارفة من لما دار سؤاله على العكس رهي اللي عيراسها واللي سباسها كتحاول انها تحبس دموع باش ما ينزلوش قدم ديك السيدة اللي كتكرها ديك السيدة للقلب جلقاسي سمحيني دخلاتهم مش هتك تجري لبيت ديك باش تبكي على حياتها ولي كتعاني معهم حش هتدى الصورة ديك الام ديك شتية ماما شتية بابا كيفش كيت عمل معي شتية بساتة ماما ياريت كون كتي عيشة كانش بابا غايت تزوج بدل انسانة هذي هوف سكتات ومسحات الدموع الحمد لله انا راضي يا ربي راضي وناس باش تسلي صلاة اللي فعتها وصحبي ارحم راسك شوية كل شي خدمة 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 كريم ويطلق من اللابتوب ويشوف صاحبه امر هرجعتي ثانية مترجعتي امر كملت المشروع و هرجعت مباشرة شنو رعيك نخرجه في اللي نسهره في بلاستنا كريم بتي سامع علش الفترة كبيرة مخرجناش امر مفاخة مزيان واشوف ولكن هاد شي ما ينفعش معي انا يا راع قطين يا صاحبي وما كتطلقش من الخدمة ارزحلك شوية تسمى له كريم صافين يوم غادي نحاول ارزحلك خدمة بكريم ونخرجه فعلا محتاج بالدلجة كريمة كانت جرف في ياسمين كانت دخلها دخلي دخلي خلاص فيك كثير الوقت كامل فين ارزحك تزف سرها لداخل من القبائل لجلس علش انت معطلة دابا شنو بغي سيقولوا الناس يقولوا عليها مربيون سيلا معوتي يقولوا كريمة معرفش تربي من سا ياسمين شكينا ماما كانت عندي محاضرة معطلة وكانت مهمة وطلت اني ضروري نحضرها وعد انا مالي ومالهيا هي اصلا هي فكلي واني فكلي اخرى قللينا ماما نعس صافي ايانا كريمة علاش مفكش الجوع ياسمين لا فيها غنعس يلا تسبحي الله خير كرامي الله مالك كريمة مالك ساهي كريمة تنهد ولا عمر لا لا كينا صاحبي اوه تخلبي على صاحبك واش نفس الموضوع مازال عمك بغي زوجك كريمة اياه مصمم والو قلك والو تزوج اوه عنده الحقه كريم شوف حياتك سلما دبرة السنين باش بتوفات وعد نسارها مكتش كاس بغيها يعني باش تقول ما قادرش نساها ولا ما قادرش نعيش بلا باعها كريم فعلا مكتش كان بغيها ولكن انا مبغيش نزوج مازال ما من اسمالي الزوج مشروع فاشل اوه لكن هذه رسولنات الحياسة كريمة داكي يشوفه وكيدحك وعد يمكن يجيش نهار لي غادي توقع فيه في حب شي وحدة غادي تولد تالي بغي تزوج وتولد ابت كريم تكيدحك خيالك واسا انا نبغي ونزوج ونولد اوه ما رغم ده ونفكرك عقل ان شاء الله هدنار غادي يكون قريب وكي هضروفه امور عامة ودكرياتهم كيشغله باحتهم كان كريم في المكسب دياله عبد الله اللي هو الاب ديال فرح كي احتاجك الفنجان ديال قهوة قدامه عبد الله كيشوف يلا محط الكاس ويصوه له كريم ما الكامي عبد الله كاسبان عيان عبد الله اسفيراسو هو لقصة كريمة شوية ديالتاعب شوية ديالتاعب كريم اذا كنت تشعر كريم ممكن تمشي مشكلة اوه ما يجب تفلوس ونجيبه عبد الله بحب الله يحميك والدي الشباب الله يرزقك بالرزق الحالة الواسعة الله يعطيك على قد نيسك وخلاه وخرج كانت فرحة مشطر قاسمي بساخده احد كساب الماء لانه كان غالي فتسامل ومعنده اشباش تشريه ورجعت للدار كتلقى ياسمين جاهزة قدام التافي بلا مبالات وكتسمى الاغاني مدام جمعا فرح سلام عليكم ياسمين وعليكم السلام أختي فرح بابا ما زال مرجعش من الخدمة يلا بغا تقول لي ياسمين اشنو قال ابو جياله ولكن كتسمى التليفون كاي صوني ويه ماما اه اه هيا جات واخنا نقولها لها فرح بقى لقى شكاينة لش ما كتشفى فيها هكذا بابا وقع لشي حاجة ياسمين بلا مبالات اه 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 ارح بالسبيطار ما تسنتش فرح تكملها درسة ثم تغادها تجري السبيطار عبدالله بسعب فين فرحة كريمة جبالية ضروري بغيت نتوين معا كريمة رات اصلت بها وجعي عبدالله بسرعة كريمة خلاص قشبق لي بساف فضل اللحظة كانت خلاص فرحة كاتبكي مالك بابا شنوفك مالك عبدالله سمحيني يا بنسي ما كشلك الابليس احقك ضلمتك بساف ودرتك بساف ابنسي شاف كريمة بكر سكريني بالخيرة فرحة ودعي لي يا حبيبة فرحة دموعها نازلين ونصدقاش هذا الوضع هذا اللي هي فيه انا شكتقول هكذا بابا قدك تخليني بوحدة بابا انا ما عنديش حد من غيرك مش بغيت تخليني بحل ماما بابا انا ما كهيش هليك بابا شف فيها عبدالله دمع فييني بحجرين صافي ابنسي انا دبابيني يدير الله صير ابنسي عندك كريمة هو اللي غد يعونك يقف جنبك وخلها مشا العالم اللي غمشوا ليكننا ولكن الاسف دي ما كنساو هاد الهالم كنظنه بان انا غنعموا بالدنيا دي ما ولكن الموص دي ما كنت سنعنا فرحة بتكاسب كي ما مصدقاش بابا اللا بابا اللا انا تخليسيني بوحدة بابا ولم ارغاني هي شو مهامن بابا وستس واحد لغو سلد واسف ارجع المستشفى كاملة كانت الاول مرة كتشوفها كريمة باشفاق وده ست ايام اللي عايزة بتتاقل كان دي ما في الغرفة دي الله ما كتدر ما حد ما كتتتكلمه كل ما كتدره وكتصله وكتقال القرآن وما يكتشفق على حد صحبتها صافح بي ما صافح يدر الامر دي الله رول اجل دي الله وصحبتي انت انسان مؤمن ورادية بالقضاء دي الله رادية رادية كل شي كان عارفه كان حنين ولكن كان كان يدر ودير هاكك باش مت متقلقش عليه ومزغوتش عليه ما كتش كان كعوخة كل شي المهم يكون مرساح ولكن ده بمشاو خلاني بوحدي أختي خلاني بوحدي مايو هيك اتحضنها دعيلوا على فارحة دعيلوا بالمغفرة والرحمة وخليك قوية الله ماك ينساش سواحد وعده في انكلامك على السبر وتتحمل فينه فارح بالدموع نازي الحمد لله ان دا لله وان دا إلهي راجعون اللهم اجلني في مصيبتي وخليفني خيرا منها وفي نفس دا كان الوقت كانوا كيتاصلوا بكاريم كيعلموا بالله عموا في المستشفى تخلم كي يجريل عن طبيب أستاذ كاريم انا قلت لكم مليون مرة ما يخصوش يجهد على نفسه لان صحدي القلب دياله ما مسحملاش ده برع في العناية المركزة الى دا 48 ساعة الاخير ربي غادي يكون كسب ليه عمر جديد ولالله فطلبوا الله حد شي اللي هدنا ملقونه خلاه وخرج بقى واقف قدام الغرفة دياله كيشوف فيه مستش كان ديما حانون كان بمثابة الاب بحل الاب فعلا الاب دياله كان ديما مسافر ديما مسافر ولكن عمه كان ديما معاه كيرعاه بحل ولده حسن انه كسب لي كل ما كيملكه أصبح هو الوارد الشرعي لهديك الامبراطورية الكبيرة الضخمة ولكن شن فائدة المال قدام انا دوك الناس اللي كانوا هون كيمشوا يخليونه عمر هو كيربتالكس فو طمني يا كريم شنو الاخبار كريم للأسف حالة دياله مسأخر بساف شاف عمر في صاحبه وشفق على الحالة دياله قدس اسبوع للوفاة ديال اب فرح كريمة بقاسة وش نتيرات بقية يا هكا شوفي انا مغادش مقنصرف عليك بارك علي غاة انا وبنتي وعد المعاج ديال بباك رامثي والورغاج وجرية التي يلا تكفينا يعني اخسك تنوضي على الليلة الحبيبة بحث تقرب النوتات تقرب القافزات تقرب الناشطات نوضي قلبك على خدمة قلت بصوت اللي بش بيه ولكن سمعته فرح العقوبة النهار اللي صبري فيه لافسك كيف مادر ببواك فرح بنكيسر انا اصلا كنت نخرج اليوم نقلب على خدمة كريمة ويكا تقلس على الكورسي قدام باكينة الخياطة ايوه مزيان شطور يا حبيب هاتش اللي خسك تديري مش هاتش فرح نهار كامل ويكا تقرب على خدمة ولكن كل شيء ما كعينش ما كعينش ما كعينش هي مازالة طالبة قلت على واحد الكورسي بتاهب ويكا تذكر لحدها سمعها بباها وحسن مع امها اللي كانت مازالة حية كسب كيف صمت قعل اللي كانت كتبغيهم وكيبغيها رحلهم هاد الدنيا وكسب واحدة بعد وفاة الام ديها تغير كل شيء ولباها دي ما معموم اكثر يمنى الزوج من هذيك الانسان كان اللي قلبها صح لي ما كاتر حمش اللي كان وراها اللي غايش صديق دياله باش عرفها به ومش تزوجه وكان ورش حالي على اساس اني عندها منت يعني غت عملتها بحل منتها مدام ام اللي غت حصي يكون عند احساس الام ومجهة هذه البنت الاتيما وليكن وقع العكس من اول نهار اول مدخلات ذاتلي هاد الدنيا البوبايد مونيكا اللي كانت تلعب بها كوجات كاريمة ذات تكملت على جرتها من شعرها وجفت وعادني جابها كذب اسالي قلت العكس بالنراها فرح هي اللي ضربة ياسمين ومن داق النهار بدأت المعاناة ذيالها والتي كاتب كيف صمت كل شي تبدي الحياة والتي اهانة ضرب حرمازة انها تعيش طفولتها فاقت فرح من ذكرها يحسا مسحات دموعها مشتك تقلب دموعها مشتك تقلب على خدمة من شديد قلتها ثلاث مين بفرح عرفتها فين كينة تلبس منها انها تناجي عندها بقى صدر معاها وثلاث عندها بقيت كتسغول على الحال والاحوال فرح ما عرفتش اختيبها اي خدمة اي خدمة وفقة لها مهما كانت المهم نخدم شو تفكرت تفكرت بابا كان قل يمشين شي واحد اسمته كاريم فرح اه كاريم ويمكن صاحب الشركة اللي يخدم فيها ما يولج قلسك تقلب على خدمة ادنية كاملة سيني شوفي هو يا فرح يعني يقدر يوافق انه يعوني يا ابن ياسي مدى ما قالها الكبابك الله يرحمه الاو انه واثق انه الشخص اللي غي يعونك الاو ما كانش غير يقول هالك يلا اجي مشي انا وياك مشو مبزوج بهم عارشي هاتي رأى كبار شركة من شركات السيسمار في الشرق الاوسط فرح يلا مشوف حانا رجوع حسن تزيدي قد تجربه رغم انه فرح كانت بتخوفه وبغى ترجعه ولكن ميه لازمها صح سوصله وصله للمكتب الاستقبال اه ممكن عافك ان نتقابل ونشوفه الاوصد كاريم السوك خاتر وياك هتشوف فعب برود عندك موعد معاه فرح الله اوه اوصد كاريم ما كانش جي مرة اخرى جي الاصبوع الماجي مي بحدة اصبوع الماجي لاش ما انه احنا اخسنا نطلقه ضروري وما اخي خمسة دقائق وقد يمشي السوك خاتر سمحيني تفضلي لو سمحتي فضل اللحظة دخل كاريم للمكتب دياله يلا سمت ارا عند السوك خاتر بغى توقف وتاسمت حال الاوراق المناقصة قد يكون عندك في المكتب ديالك فرح اوصد كاريم انت اوصد كاريم ياك عافك ممكن دقيقة كاريم كي يشوف فيها فرح اوصد كاريم فرح اوصد كاريم وكتب ديالك كان عينها مليئة بالحزن تفضلي 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 خرجت اوصد كاريم تفضلي كاريم خرجت اوصد كاريم وكتب ديالك وكتب ديالك في الارض فرح اوصد كاريم اوصد كاريم وقال لي قبل ما يموت بلا نقدر نجيل عندك يعني قال لي بالله ممكن تساعدني ان يلقى خدمة كريم ذاكي يشوف في هكاية الصف على حالها باركة فراسك شفا بحانا تفض ليجلسي على شواقفة فرح الله مش مشكلة بساسم كريم دابانسيا وشكة قراي ولا شنو عندك شي ديبلوم بتخرجها لا لا كنقرأ انا دابا في العام الثالث للتجارة والتسير كريم مزيان داكور فرح جيبي الاوراق ديالك الغده وعتبرين بسكة تايينتي بتاسمت فرح الوراق كله ما هزه معايا كريم داكي يشوف دك الاوراق بسيمة بين انك تبارك الله لك شاطرة تقضي راسك مزيانة بساسم داكور مزيان من غداء ديالخدمين هي يكون كتدري بساسم فرحة شكرا بالساف شكرا بالساف أستاذ كريم متشكرينيش عمدي عبدالله كان عزيزة ليه بساف وصراح حزنت بساف لنسبة الخبر ديال ووفاة دياله الله يرحمه خلاص وفرح وخرجت فيه حاسة من اللي ما زال في الحياة الشخص اللي رائعين بحل كريم الحمد لله الحمد لله الحمد لله ميف فرحة متخدمي هزه متفرح اه من غداء كانت كتشوف يوم راندا بعيد خرجوا بخلاوها حمشا كريم عند محمود عمول المستشفى ما ندخل عنده نفس الموضوع كيف يبدو بغيتك تنفذي الوصية دياله قبل ملموت إلا كتعزيزها لكها كريم كريم بحب وخريم انه ينط نسايا بالسلام إن شاء الله بغيتك أي حاجة بغيتها من الوقت كيف يفوتك كريم وشكونا عارفوش غادي إلي عشت لي وموش غنعيش غداء بغيت نفرح بك قبل ملموت فهذه اللحظة دخل الطبيب وستد كريم بارك الله إلي اسمحتي عفك لأن الزيارة كتسابه كان كيشوف في محمود وراجاء عينيه في يوم ذاك الراجاء كيتل بباهمني خرج كريم ومعارشة شنو غايد يدير وشي حقق العم وهد الأمني هذي ومعارشة شنو غايد يدير لي وما عنده سواحدة في حياته وما كيعرف سواحدة حتى دخل عنده عمار للمكسب مالك مام أم صاحبي كريم وكيس نطاره ل على الكورشة ديان لوتو كيشوف بشروط قدامه ما عرفش عمار كيف نفضل وصيدي العمي ونظلمش إنسانة اني غار ثابط بها لأنه فعلا ما بساعدش أن يرث ثابط مساء واحد ما قادش أن ينزوجها مرة أخرى أنا ما قادش أن تنسى ذلك اللي بالدخل لي ومن هاد عمر وصاحبي نساوش انسانة مرة أخرى نساوش انسانة مرة أخرى فكرة أنا قلت لانتسيسيا مزمان مفروض أنك تنسى ذلك اللي دارتو فيك كانت تكاسمت سلعليك الحب وكل شيء علاقة بالفلوسك ومركازك كريم بأسا شو كلي قال كني كانت تفكرة مازال هذه كرة إنسانة كانت حساقرها ولكن ذلك الجرح اللي سبسوا لي قادرش نساه كيف شغن نساه مازال كلام هاللي منسينين كان حسبي بحلي الله كان سبعه كان في أحد الحفلات العقية كان يبغي أحد الإنسان كان يبغي أسمي نور كم شو كوم عمر صاحبه أحد الحفلة العراقية راقصة كان يشوف هذيك الإنسان اللي كيبغي نور لابسه واهج شيء معه عاري يعني المعرضة كتر ما مغطي وهي كانت تلقس في حضن واحد الشخص آخر أمو ما تخيل أن تكون نور في هذا المنظر قدامه نور اللي كانت مثلا للحسيشام وذلك الحسيشام وذلك الإنسان اللي عراقية اللي ما تدير شيء خيبه كي يشوفه في ذلك المنظر كيف تتقرر لذلك الشخص بغيش تخليها الراسه حتى أنه مكانش كاز بغي أن تخرج معه بالليل حدها بنهار حتى يلقاها كايب اللي واجهها وقلها يعني ينتيها كبنهار شكل بليل شكل آخر واجهته بكل صدمة وواقفة يشوفها باللحياسة هذيك والدلفال اللي بغاته ساحد ما عنده الحق أنه أن يتحكم فيها اللي بداها كازد واجهها كتر قتلي بالله كسبها لقبل الشهرة دياله وعلق بالفلوس وبس مكيم ما فيه تشي حاجة هم اللي عرفت الأمو ديالها بغت تتحماق كانوا ديرين تمثيلية من مدة هذي باش يقدروا يتمكنوا منه من فلوسه من المنصب دياله من دكتراء دياله بدت تكتغوص لها قتلى صافي أنا عييت أنا تتخلقت من هذة تمثيلية عييت لماذا قدر أن نكون معا أنت حربتني من الشخص اللي كان بغي يكون لها كل شي علاق بالفلوس والمظاهر والحاجة الفلوس خلتني كنا متسل على علاق عليه بالله كان بغي أنا أصلا ما بغياش أنا غرجع للدبي وغيني عيش مع بابا بغت تجي معايا زجي ما بغيتش صافينا غتسافر وخلتهم بشاتس ومعبقاتك تشوفي تفوه وجهة الفقرة تيوباك اللغبية كان ديك الساعات عمر يسمع لكلام وهاد شي كله دازل المسامعة دياله واللي وصله لصاحبه عرف الحقيقة ديالها وخلها مصدوم من ديك الإنسان اللي كان تزاق فيها وكان يسمع أنها تكون شركة حياته بدك يا ربط عمر الاكتفو بدحية جديدة صاحبي بدحية جديدة ونساة ونساة هكا راكا تضلم نفسك راكا تضلمتي نفسك مني بغيتي نور وستغطيها وضحيتي عاود مني وكانت زوجتي بسلمع بشتر دعمك ولكن تفين من هذا الشي كامل كريم وكيت فكر نور فعلا كان يبغي نور كانت نور كانت تعيش في دبي من صغر جاءة لبعة وليدها ولكن من خمس سنين رجع من دبي وماجدة من نور هي لديك الخطة المحبوكة لتجعلها بنتها تقرب منه على قبل الفلوس على قبل عائلة شادلية ولكن ديك الخطة دياله ما أكملتش في الأخر بعد ما تعرفت الخطة ديالها كانت بالنسبة له نور هي ديك المثال ديال البراءة ديال ديك الإنسانة الصادقة النبيلة اللي عادي قيمة رأسها ديك البنس الطموحة اللي بغا توصل ولكن كل شي تحطم على سخرة الباقع والحقيقة نهد كريم عيت عمار والضح عيت كان حسب رأسي مخنوق تخلقت باش باش ماشي باش ما نعيش فرحان عيش حياتي ما كنكس إنسان عادي نعيش حياتي بطبيعية بحل كل إنسان هتش يقول له حتى أنا الورد ديالعائلة شادلي باشي برات كنت منها كنت عادي فقير وعيش مرساه عمار هو بغي نخرج صاحبه نعيد الحذب هتش يغضي نقول لك أجي معايا ماما مصمة اليوم أنك تجي غد تعشى معانا يلا توحشتك بساف ما غديش نخلك ضح كاريم كي يضحك واخا صاحبي أرجع للمنزل دياله الفخم بعدما مشى المشفى الطب من الله سحة تعمه اللي محدة ويكت تأخر كل ما تذكر نطات الرجعة فعيني كي يحسب الحزن كنت يقلس في المكتب دياله كيفكر شنو غدي يدين وفجأة جات صورة تفارح قدامه تكي يقول نفسه لا ممكن تكون هي ولكن نظلمها معايا غاحت هي بنت بتسميه لي بتسمي حابد الله ممكن تردب الوضع هذا الفترة غير الفترة لا 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 ولكن ممكن نعوضها بالفلوس أكيد هي محسجة للفلوس بقى كاريم طول الليل وكيف يفكر في هذا الأمر لأنه اللي يعزم عليه وجنهار جديد وبدأ صفارح أول يوم عنده في العمل أنا صفارح وساد كاريم براكعة قبل شي ورقة ناقصة وشاز عنده فارح من الدخلات كان كاريم كهكا شد البيسي دياله يخدم فيه شاف فيها تفضلي قلتت في عينها في الأرض شكرا كان شي ورقة ناقصة قلت لي يا سوك هدا كاريم وقفك يقرر منها قلتت أني صفارح بغيتك في شي حاجة ضرورية كتفصك فارح بقلق ما عرفتش وقعتني قدرت شي حاجة تزوجت شي حاجة كاريم بتاسم بسي سماها دي أهزات من وصلتهم تجاوزي تجاوزي ترا بقي يلا أكملت ثلاثة سواهم ولي بديت الخدمة أشغل تجاوزي لا 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 موقعه فارح تحسس بالأطمئنان يكسبة نظرة عليهم بعدما أجد بها ساوسو يوجد أحد النظرة يلحانان واخا ماذا كانت مشكلة كاريم شوف فيها فارح أنا سأعرض لك وعندك حرية الاختيار أنك توافقي ولا ترفضي وصدقيني وما عنده تعالق بالخدمة فارح بقلق كيتم لك مرة أخرى عرض ليسا تزوجي بيها فارح بقلق ماذا تقول لي اسمح لي وقيل لك يحسب لك أنا شوحدة رخيصة ولا بغير الفلوس ولا شوحدة اللي تلعبها كاريم وقفة فهم غلط سنزوجه إلى سنة الله ورسوله ولكن الفترة معينة فارح بحدة عرض تعالي هذا العرض حيث أنا بنتعلى قدل حالياك وما ممكن توفق على أي حاجة ولكن اسمح لي العرض ديالك مرفوضة أستاذ كاريم كاريم حدة وكيش تفيد سنة أنا ما زال ما كملش كلامي وكيش تفيد وكيش تفيد وكيش تفيد سمعي ليلة دب أفهمت أسبابي وعرفت على ما كانت طلب منك وصدقيني أنا أعطيك أي حاجة بغير تساوه ويكون هذا الزواج على ورق وصافي فارح بحدة أنا بشير خيصة أستاذ كاريم ولولا أني محتاجة هذا الشغل هذا سنجعله فورا ولكن فترة مؤقتة لحد ما لقاء خدمة سمح لي خلاته فارح وكيشوف فيها كيف شبنت في الحال ديالها وفي هذا الفقر دياله وفي الوضع دياله كنت ترفض العرض دياله مش هاتف فرح مباشرة بعد ما خرجتك تعود لصديق سامي وكاسبكي اشتعمي اشتعمي الفقر شنو كيدير ضغياء منتلي وحدة الخيصة وتقدر تسلم رأسه وتقدر تبعها سعلاق بالفلوط قلقوا لي نزوجك كل فترة ونعطيك اللي بغيتي ومليت خرجين نعينك في وظيفة كنت تسمنها في الشركة ولكن نزوجه لفترة علاقة بالوصيئة ما عرفتش ما هيك تشوف فيها كون كدس عارفة انك محساجة لشكل الخدمة هذيك سنقول لك خلي الخدمة وخرجي فارح بحزن الحمد لله اكيد ربي ما غاديش يخليني انا غادي نقلب على اخدم اخرى ان شاء الله سأمشون نخذ الورق ما عندهم العالم هذا شخص صعيب كل فلوس وصفاقات احنا بالنسبة لهم والو والو كيف حسب اليهم انهم يقدرون يشريون فلوسهم ما يشوف في دباب لا سمعي كولي كولي ماما غادي سكعي لما كليسي كولي غادي تضرب نحنا بزو جوينة ساس ما سوف ارحبت سامات حسن واخران غناء وفي نفس الوقت كان كريم كي يعود العمر صاحبه بين العرض هذا العرض ورفضها ورغم انه طلب المقابل اللي بغايت عمر شوف يا صاحبي ليس ان الناس يتخضروا يتشربوا الفلوس لأن الناس اللي كرامتها فكل شيء اغلى عندها من كل شيء ليس ان يتقال يتقالوا ليس ان يتقالوا يتقالوا من الناس اللي عندهم و الناس اللي بغاو كريم كنت شفتين كيف كانت تصدر معي كانوا انتم وكانت تصدروا لكن كانت تحاول مسمينش من اللي ناجيس على الكرامة لها ما عارفتش كان حسب رسي جرحتها تقدر اغنطبع تجيش الخدمة وكانت يكون بسببها ما وخاص يدي وبينها اضطرت فيك فعلا صاحبي اضطرت فيها يمكن كيف ما كيف ما قلتلك ما تقبلت هاد شيء معظم اللي كي كيشوف اللي كنشوفهم وما الناس اللي بغي الفلوس ما اللي يقرب ليه وما اللي يقدروا اي حاجة على قبل الفلوس ارجعت فرح للدار ما وصلت للباب قتح ويجا كلهم وكتبها كل شيء مليوح في الارض وكريمة كتخرج لها الشيء اللي باقي وكتح في الباب كريمة يلا 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 من غير مطرو تشوفي راسك أنا تسنيتك بتسنيتك بسافة تسنيتك أكثر من أصبح سيرا من الراجل اللي كان الراجلي ولكن دمسها في الدار داري وتشوفي لك بلا سخر في تعيشي فرح بحيدة أناس كتغوت ماذا تقول لي هالدارة دربابة دربابة كيفاش دارك انتي بدوكين جمعت جيران منذ بعد ما سمعوا صوتها اه 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 انا ما قلت ليكش بقبل ما يموت كسب لي هالدار في سميتي وها هو العقب اللي بغيتين تشوفين ورية لك وباركة لي غادوك النهارات اللي قرستي وانا يستحمل سك فيهم والله يجعل شي باركة صافي باركة دبا ذاك المعلي عيب جيران كيشوفوا فيها فاد البنت المسكينة اليتيمة كيشفقوا على حالة ولكن ما بليدي حيلة دبا شنو غادين دير فينا غادين مشي حارة محليك كجرع لي منذار بابا مصدقاش ان بابا كسب لك انذار ميمكنش كريمة بقسوة سيري في حالاتك عطاني بتسيساء ماشي باركة علي قسم السحم لاباك ومسحم لك ساتية باركة وصدات البابة لوجهة وخلاسها هكي دون انا حما ولا شافقة فينا غا مشي؟ يا ربي ما عندي سحد من غيرك جمعتك الحواج اللي قدرت عليها مكسوبتها فدك الصاكل اللي لحت لها دخلت فيها كاسبكي كانت كاسح بالحرج سمحي ديامي انا غادي نتقل عليك ولي كيكلك عارفة عندي سحد العمام الاخوال الخالات سوال ومم ما كانش من هناو ما كان عارفش ساعة عائلة ولا تشيح بابا اصلا نعرف اكي عارش عائلتهم مسينين هذه ما هي ما تقوليش هكذا فرح هجي دخلي دخلي السارح وقلت ان شاء الله نفكر اشنو غادي ندير بعد المراهة هذه قصف فرح الليل كامل كيف ستفكر في حالها؟ كيف ستفكر؟ ولو تحملها لا يمكن أن يتحملها لأبد لا يمكن أن تخرج منها كيف ستقدر سعيش بعد أنها قررت تخلي الخدمة؟ كيف ستفكر؟ لا أعرف كيف ستأخذه أين ستسعيش؟ أين ستقلس هذه المدة؟ بدأت الكامل صباح في صباح جديد لا نطلع صباح ستبصورها تجري للشركة صولت على الأستد كريم وقالوا لا بميلا ما سيأتي اليوم نهائيا سمع واحد من الخدمين في الشركة وجه يجري عنده وعطاه العنوان من كيسك للأستد كريم أنه اليوم ما سيأتي وحسن الغد يمكن لي أنه عين شوية فرح شكراته ومشيت مباشرة لعنده كانت صباحة كنت من القصر لا أعرف كيف هذا القرار أو الغارة ولكن الظروفية لم يكن لديها باليد من غير أنها توافقة للغارة ووعدة بأنها ستكون فترة مؤقتة وسيكون مجرد زواج على ورق فقط سولات الحارس الأستد كريم وش كاهين سترى صباح بكري في هذه اللحظة بالضبط وقفت سيارة قدام بها وبدأ الفيلا وخرج منها كريم باستغرب وكيشوف فيها ماذا نقدر هنا؟ قفت سيارة وكيشوف في الأرض وفقها أستد كريم على الهرد ستغرب من يقول لها مؤقتة وكيشوف فيها وكيشوف فيها واخا يا ندخلي معي دخلي باش نهضرون انتفقوا فارحة بأهلا واخا تقريبا أمورس والضحيات دابع غادي نعيش مع بعضنا ولكن مع الأم ديالي ولكن تحد مخصو يعرف تحد مخصو يعرف على التفاق اللي غيكون بيناتنا بفهم فارح ويكا تهزر عصب الإيجاب ولكن ممكن سأولك سؤال واحد نهد كريم تفضلي علش انا كي مزاف دياليبنات ممكن انه يتمنىك وعد ممكن حياتك تصمر معه ويكونوا منو السواء ديالك علش انا بالطبط ومعارفش حساء شنو غادي يقول علش ايه بالطبط قاطع شروط دياله صوت ديالتليفون كايصوني ويه يا عمر ساعة ونكون عندك كريم وكا عيت على الخدامة قربت الخانيب ويكا تشوف فرح وكا تقرب كريم بهمس شكول هاد البنيسة الغزالة شكول هاد البنيسة ممكن ان تسمى بها وتصدها على البيتشي بيت خاوي اهه وخة وخاول دي قربت من فرح اعجي معي ابنيسي فرح هي تشوف كريم باستغراب سير معه متخافيش شفت فيه فرح ممصدقه لا لا عمشه احصل غدا ان شاء الله في نفس الوقت سير مع دادة صافية قد تشوف قربت خلاها ومشاب لا ما يصيح في السرية ولا يسمع ردية لها هناك فرح فقتل الناس ما القيتك ما ما قاتل يخرج شيء بكريم فرح بدأت تعود على ميص صاحب سادك شليد عرسو وشح ما قيتك بحتي راسك فرح لي فرح بدأوا دموعه نازلين كيف سأدخل من غير ميصدقه قلت لي ما سأدخل بعد مما لم ترسل قد ترتدي فين سأدخل نعيش وحكا و لكن ما سأدخل لديه دابان فرح مازال كاسفكي لا أعرف ما سأدخل و خرج و دعني سنشوف من بعد اعرف امي اعرف اعرف فضل اللحظة بالضبط دخلت صافية الخادمة صافية انا سنقطع معك دبان بعد و ندر معك نلقيت الخط و لما تسمع الرضي المي لسك تقرر بلعبتها اسمت انا جبت لك شئ حاجة تتاكلها مينا ما قلت ليش مصباحة بنيتي إلا للا شكرا للمفياج الجوع و لكن وش الأستاذ كاريم جونا ما زال لسك تطمننا قرر بيوصل لبنتي في هذا الوقت هذا كان كاريم يتناقشو عمر صاحب لماذا وفقا ثبات السرعة و لماذا رفضات من الاول كاريم فعلا ما كانش عارف اللي كان بالنسبة لي المهم انه وفقا لكي يقدرها كي نفذ الوصية ديالها مو ديكساس كل واحد يمشي الحال و عمر و دبا صاحب يغد زوج بحدا ما عارف لاصلها لفصلها كاريم مجرد بخصى عمر كل واحد غي يمشي بحالها سوعد تعارفني ان المظاير و دك شي ما عنديش مهم عارفوا و لكن يجب تسهول عليها كاريم المهم دابا النغضة يجب ان توجد كل حاجة يجب لي كل شخص الإجراءات كل ما يكونوا واجدين باش نديروا العقد عمر اشكا تقول له بها تسرعة هذه بها تسرعة و لا دبلاسه باش يمشي للدار في اللين كانت فرح قهر سبحي لك هالسة عالي العافية كانت سنغي امسا يرجع كاريم اللي تعطل و خلاه بحضة حتى كانت سمع صوت اللطو دياله كانت تجري هكا بلاجة داخل ثم تغاد عنده بسرعة عفاك قصة كاريم ممكن تتوصلني للدار بخصني داروني يمشي من هنا كاريم كيشوفها باستغرب كان نظرنا عني سفرة احنا تتافقنا اه تتافقنا ولكن الوجود دياله هنا بأي سافة كاريم بدك يقرر منها الزوج هون او كاريم سمعت داروني اخرج سيكونني مراسي فارحه يكاسبه منه لحد ما يكون مراسك لا يجب انتبقى هنا سوف نرى فيين ستتبقى هنا كان انت مراسم بك ترده وقد اخذتني وشيه دابع عندما يصحبك وكان ظلم ان من الأفضل تتبقي هنا فارحه يدو انتبقى هنا لست مهم شفت فيه امتسامة حزينة حساس بقلبه وخلاته يحسب قلبه الأول مرة يخفق الله موجود لا يجعلني لا يجعلني لا يمكنك كريم شوفي انا لم يعيش بوحتي ركينا مامتي هنا غير الخدم يعني من غير الخدم يعني انت هنا ماشي بوحتك يلا صبحي الاخير انيسا خلها وطلق على غرفها في الصباح كان كريم قارسة على طبلة الفطور بعد ما مش عاد الأمدي ارطمنها لا صحتها ممكن دادا سعيد الفرح كانت فرح فايقة ما نحسنتش مزيان كيفاش نحسنتم بعدك الشي اللي يوقفها الوقاع البارح والله كملت صلاتها تفضل دخل دخلت عند دادا عجيب انت كريم باغيك بلت معه فرح ومشت عنده لقد شوفش فيها عجيز فطري لا شكرا مقدراش انتهت عنده اسمعه رمه كرس والو من بارحة ولدي كريم دك يشوفها تفضلي كوري حين سبغيك في المكسب ومشى وخلها مشى المكسب دياله فعلا جلسها تفضلها سكملات لطور دياله كان هكا غي ينقباس وصافي ومشت عنده كان شد ورق ويعطيهم لها هذه هي المرد الصفقة اللي بينهدنا فرح بالصغراء بصفقة فرح النفسه اجمل لحظة لأي ابنت ممكن تعيشها تعيشها بصفقة نهذات بضيق حتى انتتك الورقة بديتك تشوف فيها كان كريم كيشوف فاكية النار لد الفائد دياله تحاول تحبس دموها انا صافي اهم حاجة يكون زواجين على ورقه وصافي وبعد عام تتلقى تاسم كريم بلا ما تتساسمي اذا نحن مصافقين لكل حاجة وغطئين ان شاء الله بعد انكسبوا العقد دياله انا صحيح انا كلمس ودعم باباك وطلب سيده منك وغد يكون موجود قبل ما يمشي قبل ما يخرج اه قبل ما يخرج انا عارف انها باقي ما فاتش انا مضطرين ان نزوجه بسرعة فارحة بحزن بحل ما بغتت تقول له الحزن ديالي والفرح ديالي مكاهمتشي واحد وبعد ما كمله مراسي ملعقت ديال الزواج كريم قبل ما يبارك فيك اومار يقرر منه قد في هذا المزبس انا واثق ان كان شي حاجة ليش براس على هذا الشي نهد كريم ويشوفها فعلا اومار ولكن كسبا بنتمح صار ما كريم بحضة اومار بدك اضحك انا صافي انا عارفك كانت مي احدا صاحبتك اطم منها ما ارشتش نقول لك نردي لبراسك ويحتاجتي ان شي حاجة اغتلقيني احداك فارحة بحزن تحاول انها تضرقه اللي يخليك نيامه فاضل اللحظة جاء كريم يلا فرح فما تفرح ان شنبغة بعد ما خلات مي اللي كانت تسابه صديقه يلا بحزن ما تخافيش كريم عمرو غي اديات اكد ان اف امن معه ما يمس مني ياريت وشفتش كلي كي هادر معه كانت تلقاه اومار صديق كريم استعدت منه مشات في حاله كان عموك يشوف يوم ساسم دبعا بدك يحسن الله اذا توفى اذا فارق الحياة سيكون مرساح محمود بسعب ممكن تخلينا ولي انا فارح بوحدنا شفتي كريم تلفت الفارح وزلها راسه كي طم منها اجيب انت يجي قلبي اكد انت يدر بمتفاج ام لا تشريكي وخاوك تقولي كيف اشتعنا رح حبسو وهذا الشي بساسمات فارح اسمي فارح اسمي كذوي نابنتي انا اللي اصريت على كريم انو يدر هكذا تخافي نسا عمرو القل وقت كي يجري و الزمان كي يجري بيه هم يتزوش مضنيش اني مسؤولش عليك انا عارف انا عارفت يوم ما عارفت طلب عليك عارفت عارفت انك رفتي وعارف انك وافقتي على العرض ديالو علاش اكدك شي انا رح حبت به السواجه ده كانت فارحة تشوفه بالصغرها كيف اش عارف سبب دي الموافقة ديالو عارف كل شي تفاصيل تستغربيش انا بالحياة والموت اه ولكن ما زال فيها الروح ده با غا تقولي كيفاش عارفت والظرف ديالي وعارفت بالظرف ديالك اني ماشي مستواكم وافقتي وافقتي عليك لان ببساطة عارفت ان الفلوس ماشي كل حاجة عمرو ما الفلوس غا تخلي الانسان سعيد ومارساح الفلوس ما كتدرش كل شي انا ملي مراتي مهاتت وبنتي كذلك كانت مريضة وما عارفت انخذها ما تفعسش بابها اذا كشي على شواتق متأكد عندك هتقدري تسعدي كاريم وغا تكوني ليحني عمال الزوجة انا فعلا كبرت وعاجز ولكن كان عارف بزاف وكان فهم الناس من عينيها وارضي البل كاريم اسمسينها فرح وصدقيني غايجين النهار لزواجكم غايتحول حقيقة جي صفقة شافت في فرحة بدهشة كيفاش عارفتهم امارات الصفقة هاتي بساسمتي سامة كتبي يتزعب على وجهه عارفت يفق كريم معك كامير درها كريم درها الشباش يغضيني انا واثق من الاختيار دياله انا متأكد انه خسار صح توعديني يا فرح تخلي بالك من نسوقي في جنبه فرح هي ما زل مبسوه باتشي لكتسمى ولكن انا مجرد فترة عابرة في حياته وغا تساله وعديني يا فرح فرح بدون شهر كان واحدك خرجت من المشفاوية كانت حسن انها في حلم معرفاش امسا ولا كيفاش غتفق منها وشوني غايب قايلها في الحياة الغريبة اللي فرضها القادرة عليها كانت صحتها في اللوتو شاهد ضف شريت ذكريات المؤلمة من وفاة والأم ديالها هي ما كانش عيش ذكريات المرفهة ولكن وجودها وسط والده كانت سهادة بما فيها وحسست بارشين من فقداتهم واحد مورا الاخر كانت شوف كريمة كيفاش كسعب البنتها بحب اما هي كانت ديالة بحل خادمة لزوجة اب لا يوجد في قلبعين وعمل الرحمة ولكن مع هاتش كله كنت تحس بانه كين وحد الخيط ديالامل لا بدأ ناص بهر مهما كان بدأت وقالت بنا وبين نفسها يا صراحياتي غتكون معك كريم اكيد ما غتشوفني انتها رخيصة ولكن تصدقني انا ماشي هكا ولكن ترفقوا عني كريم تاسوب وصلنا فرحة وهنا كنت عارفة مكاني الغرفة اللي انقلسات فيها يومين اللي فاتوا ومنا يسمح لها انها طلعت وجهة لديك الغرفة غادية سيشد لها يديها لا لا بدأ نقلسي هنا فرحة في الصغرة فين غادي نقلس انا لا بدأت نقلس هنا تستطيع ان تروني بلاس اخرى وصدقني انا لا بدأ نبرستك حد ما يكمل هذا لها ان شاء الله لا بدأ نبرستك تاسوب كريم ودخل الغرفة دياله لا غادي نقلسي هنا في بيتي حساس فرحة بالخوف كي تسلل قلبها ولكن احنا مزوجين قاعدة الوراق ومشي هذا اتفاقنا بدود موها كي ينزلوا على قدودها كريم كي يشوف فيها شفقة علاف ديال اللحظة لا تخافي اشرف فرحة انا ما غديش نقلر بليك ولكن حاجة طبيعية مدام اننا مزوجين خسنا نكون في نص الغرفة او لا لا باش تحد ميشك انا قلت لك بالله ما بغيت تساو احد يعرف هذا الموضوع هذا من غير مي صاحبتك وعمر صاحبي وبس طبعا كريم مكان شعر باللعم وعار بكل شي التفاصيل فرحة برسبب يعني غدي نقلس هاد العام كامل نقلس مع بعض نفس الغرفة كريم اياه مضطرين اللي نديرو هادشي ما كيش حل اخر من غير هادشي بدك يضحك والله غدي نكونو كل خوص ملا ما تسبر ستراسك فرحة براءة واخا انا معاكس هدر دورات او جهب انت لوحر الكنابة هكا طويلة يعني تقدر تناسلها واخا صافي انا غدي ناسلها كريم اللي 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 جغة تناسلها سرير وانا غني ناسلها ولكن هاد بيسك ومفروض هاد سفر ديالك سمح لي اصد كريم هكا حسن واندك يضحك نعم اصد يا الكريم الاسقال سكنت مشي واحد ما غديش كون مزيانة انا كان نقول لك فرح هذه واسقل يا كريم عادي فرح بخجل الواخا قبل ما يخرج كريم من الغرفة وانسيت نقول لك بالله يبتلك معايا حواج غدي يعجبوك فرح حساس بالخجل شكرا بالساف ولكن انا عندي حواجين دمي كريم باش ما يحرجاش كسر ما يحسس بذلك الفقر ديالا ممكن ولكن ماشي اليوم وغدا ان شاء الله سنخلي شوف ريدك واخرج واخليها في البيس خلاها واندخلها عند الام ديالو اللي مصدقاش انها ولدها تزوج بلا ما يعلمها ياكا ولدياك حس وليس عاجزة مشلولة وليس اخر من يعلم ما عارفة شب زواجك كريم حسب الاشفاق عند الام ديالو شديدة سمح لي الماما وذلك يعود لها الظروف طبعا لما يخبرها بها قلنا بيلاك يبغيها من فترة هذه تنك يخبضوا كل مشاعر حتى نجيل فرصة المناسبة ويخبرها هي عمه وذلك شيء وينزوجه ولكن قاعد شي حاجة اللي خلالهم يعجله بهذا الزواج امينة باشفاق الله على بنيسي بسكينة بينا عنس بزا في حياته شايف سفولدها بحضة نظرة عارفة وامزيان فتلك عارفة غير فتلك تكون ترتكى بصبته وتضغطيه كان يبقى من اللا كما قلت لك ما كانت بغيها وكسكنت نغل الفرصة وكسكنت نغل خلال لكم امينو يا عرفة تماما ان هذا الزواج هذا مراجع حاجة بركة وليدي بركة حبيبي الله يساعدك فين هي بغيت نشوفها كانت غالسة في الغرفة ديالك تحس بلقب سيباكي فاشغلت نعاس معها في نفس الغرفة هادات بوف فكتر ضيب الامر الواقع حيبين ما الظروف تسقط وتلقيت شي بلاسة فين غتاء شي تفكرات الخدمة قرص انا طلب منه انه تخدم مني يجي يدخل الغرفة ادخل كريم اجي فرح اجي مام بغتشوفك فارح برسيبك اه بغتشوفني انا اليك سنسبب لك شي مشاكل ممكن نمشي كريم بحيدة را قلتلك بلا ما مغتشوفك وقلتلك بلا ما يغتصبيتها مشاكل انت يا ركتبه مراتي فارح بذو دمو عكي نزلو كان ساعة لا سبا يا بصوب ديك الحيدة تيالو في الهضراب حلا حساس بشعور بلاعب اهلا شي شي واحد دائم عليه حساس بي انها مجرد صافقة فقط كريم باسف اني شافه كاسبك اسمحيني يا ما مقصدش صافي بلا ما انتقى ياسبك يا ربا ما كاتس انك مسحي عينك واجه معي بشات معها فارح بيا كاسحس بالخوف مرد فعل ديك السيدة اللي غسع ربي الله ولا تزوج من من بنس ديال واحد كان خدام عنده في الشركة يعرفة تماما انها الطبقة البرجوازية كيشوفوا الطبقة اللي تحس منهم بدون كيبال اللي يمغي خدم عندهم فقط امينة ابتسامها جميلة ذات من جمالة مراور كيبار السين ديالا هي ما زال عند ذات الجمال عجح به باش فارح تعجبات من المعاملة ديالا ونحلس امينة هاد الشي بغى تسهد هاكا من ذاك الخوف ديالا تسميسك فارح ياك وش فارح وش عجبك الحل انه ولي يكون كيبغي بنوسب هاد السين هادا وما يجيش يعرفني عليها وما يجي باش لعندي نشوفها وعاد سوجة من غيرنا من غير ما نفرح به امينة بغش تدر على الظروف ديالا كانت حسين طبقة الفقيرة وعارفة مزيين كيف اشتحب ثلاث شعور ديالا برغم ان انا عاشت وسط هالطبقة ثلاثين هاد الا انها ما زال كانت نسمي للطبقة اللي هي منه وما كانت حسب الحرج بانها مكانش معي لسارية اللي عندها الحسب و الناسب كانت خدها بسوك خدها عند بوات كاريم وبغاها وتزوجها برا مرا في الاهل ديالا ولكن تزوج بها فارح لنفسها كيبغيني يعني غا يقول الامو اني مجرد تفقد الفلوس الساس ماز فارح لك سيدة الحانونا اللي قدامها عندك الحق عندك الحق هكا تكاهم ولكن التلفزات الكاريم غا تطرف طرتني انا نزوج هكا بسرعة امينة بسفاهم انا غا سمح لي غا يعلق بلك نسية اكشافت الكاريم بايتها اما الي هو يرى كل ياما تصرف اخر الساسم كاريم المعاملة ديال امو و ديما كيحس بالفخر ان ديكسينا هي الام ديالو ديما كتدر على حياتها السابقة قبل ما تزوج و كان عارفة مزيان انها مغادش تعتارد على فرح امينة كاريم ما غا تخرج مرات كتا اشياء بره ولا تحسافلوا بالزواج ديالكم شفتها فرح برتيبك تفكرت المشيحانات اللي قربات لا لا المشيحانات اللي قربة امينة بحب امم 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 فرح برتيبك ان شاء الله امينة احساس بالخجل ديال فرح يلا نوضوا نوضوا سيرو بنيتي سيرت نعسو تسراحوا بفضل النقطة هذا كانت كريمة وصلت الخبار بلا فرحة زوجات مثل حرام تفعلها كتا عارفة هم شي سهل اكيد كانت عارفة و كانت خرج معه من قبل اكيد كانت على عقابة محسين والدعم بس فرح حرم عليك در العرض ديال ديال البناسة دارتت عندك منت كريمة و هيكتعوج في سيفتها انا بنتي مربي احسان تربية محسين في بالو باين انا ارى عرب بالله امي عبدالله كان هلش متزوج بك على العموم هلالك كريمة انا قلت لك غا باش يكون عندك خبر وتكون يعارفها و شو خلاوك يحسب الشفق على فرح اللي كانت عيشة منها كيفاش تحملتها السيدة طور هاد المدة هذي كريمة زوجات و زوجات واحد لبس عليها عليها كانت فرح كانت تحسب الاسيباك و يقال سامعه في نفس الغرفة و كين رجع لنا نخدم كريمة و كي سابع الخدمة دياله من خلال الحاسوب دياله الشخصي و نجات السيرة ديال الخدمة خلدك شي ليفيدو ما حد تكنسي مراسي بكينش خدمة كريمة مني و على اسمي و اي حاجة تحتاجيها اكيد سوف تطلبها مني فهما؟ و بعد احسر كذف الحفاظة ديالك و عم سيحنة ديالك قرب ولكن خاصة نخدم انا ما بغش نكون نعيب على شي واحد ولا عليك نساء كريمة بحيدة انا قلس ما كيش خدمة قد تشوف في ابينا او نفسها اشتاد الانسان الغريب هذا مراك يكون حنين مراك يكون هكا صارم في ذيك اللحظة صنع التلفون ديالك كريم اشكس قول انا جاي دابا فارح بقالق اشنو خاقح و قد شي حاجة كريمة خرج بسر عبل ما اعجابها كان كريمة داخل المستشفى هو كيش دي و صلى القطباب قدامه اسف البركة في حياسك بصد كريم كان هذا الخبر صادم بالنسبة لي دبعات حسب اليوثم الحقيقي دازو ايام نعاسة بتيقلي على الكل شي كانت فارحك تشوف كريم بحزن يعرفات شعور هذا جربات و شعور قاسي لك تفقد اعاد الناس على قلبك كريم قاس على السريب سعر ممكن فارحه دخليني بوحدي هزت فارح راسة و خرجت الغرفة كانوا الدموع نازلين و قدرش يحبسهم ولكن دابا حسب الله صافي مبقاش قدر يحبس دق الدموع اللي شحاله حبسهم تكشير تطلب انها لا تخرش ياك امي ياك نفدت لك الرغبة ديالك و قاعدة امشيت و خلتيني و تزوشها قبل العلقة و قاعدة امشرتك و نفد لك رغبتك بحليك سيكة تسنغي ان نفدالك و تمشي و ليخلاته فارح ممكنش عارف فين غاسبشي و فين غاسبخورش خرجت الحديقة ديالفيلة بقاس غادة قاعدة تمشى فاوية كتفكر في حالها دبها هو ما سعمو ليحلق بلودر هات الصفقة هديدة باشنو غاد يوقع و بعد رمي ايام تزواج و لكن هذا من حقه خصو و ليش عايش معها اصلا هي مكا سعني لي و كيفاش سعني لي و هي مجرد صفقة بالنسبة له قررات فارح الناس بشي عنده تخبروا بالله الزواج خصوية سهلة و لابد انه باركة باركة للصدافة للصدافة عنده في داره و مي ميحا يجرح بأي كلمة من بعد كانت فرح يلا غدا طال على الفوق و موقفها و هدراني سمعتها من شي خدم واحدة من الخدامات يعني هاد البنت هادي مرس كاريم يبسى تزوجها واحدة اخرى غايكون غايش واحدة غاي يدوز معها الوقت و و هي لوحة ش بغان بيها بصراحة طلعت علي وجهة نحس ميجات الهناية ما سعمو واحدة اخر رساية تسله بها كيفاش لو بغاي تسله ما غايش تزوجها ساداتا يا اختي اه يا بنيتي اكيد غايكون مقدرشة لها و تزوجها مبادلوها لا 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 ما تقولش هاكاك سي كاريم باشي هاكا هو الشخص محصرم لك عارفة كدير العين ما كيززاش فينا ولكنس هي ماشي محصرمة قد كاتت ما عليهم هي كاتت كيف صمس ولكن لو كان يعرفوا السبب اللي هاك اللي يزوج بها كونش في كل حالها ولكن طبيعتنا كبشر كان جرحوا غيرنا كانت ساهموا بابشاه صور لم نسولوا اولا الفكر اللحظة على شطروا انه ميدور هاداك الشي كملاة طور طلو عديان الفوقد و عامري في عينها فضل اللحظة حتى خرجت بشي شخص اللي كانت دادا صافية مالك فارحة بنسي ما كسبكي فارح وياك اتحاول ان تمسح دموع وهل وغي عيني يا ضرروني دخلت لي شي حاجة في عيني فتكت تطبطهاك على كسبها بحانا واخها بنسي سيري 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 يكوني معارج لك في هذا الظروف خليك معاه في المحنة ديها لوقفي جنبو وخليك معارج في هذا اللحظة تفكرت طلب ديها اللي عموا منها وعدين يا فارح ترضي ليه البال وصغفه بجنبو انها ذات واخها غادي نوقف جنبو لحد ما يقدر يخرج من هذه الأزمة هادية ومتكسات سنبعد من حياسه ونخرج منها للأبد وقررت انها بشي عند امينة واشتطمن عليها أولا كانت امينة كانت تشوفوا حد الالبوم ديها الصور كي يجمع بزوجها وكاس بكيف صندر كان بالنسبة لها كل شي كاس بغي كاس عشقه بجنون بالرغم من انه كان دي باب الشغول بالخدمة ديها ولكن كانت تقدر هاد شي وكاس بقلب جنبو يكفي انه طي لس حياة معا مورو بحساسة بالنقص كان لها نعمة الزوج والحبيب والأخ والأب والسند وفي هذا اللحظة ودقات فارح الباب تسأمين كاس بتحدموها دخلها فارحة بنتي كتي كتتبكي قرر بس منها كاس شدى العلبوم ديها الصور كتشوف في وحد شخص معي كيشبه كريم بالساف تسمت امينة هذا هو باباة كريم فارحة تسمت كيشبه لي بالساف عارفة كل ما كان شوف كريم كانت تفكر احمد ونهار تخلك عليها كريم من عارفة بلا تزوج بك شوفتك نفسي عارفة فارحة برغم الضروف الكثيرة اللي كانت تكاسمناها زواجة بحل هادي ومن باباة كريم ولكن ما كانش استسلمت حار بكل الضروف كي تزوج بيا بس كتذكر دي كل اللحظات بالدموع كان يحسسني بالله غالي عنده بسعب بالرغم الفرق المستوى اللي كان بناتنا ولكين كانت يبكي عملي بحل الملكة بساس فاسفة بساسفة بساسفة بحزن بساساعة القدر كي اوضنا بشي حواج زوانين كان احمد اجمل هدية القدر اعطاني اعطاني فارح بحب يا كتيكاس بغي يصير هاد درجة امينة وغانبقى نبغي الحد ما يديمه الامانة امانتو الله يحفظك الله يخلك لينا بساسماس امينة انت ضريفة بسافة بفارحة قلبك بيدك تدخلي للخاطر بساسماس امينة لا بحب يلا سيارة بنتي سيري عند درجة لك بس خليش بوحده هاد الفترة محساجك فيها كين كريم يخرج من غرفة دياله فارح انت خرج كريم بحدة بلا ما يحسن اه ولا بغني نسعد انك من يبغي نخرج فارح بياك تحاول سبحت تحبس دبوع ما كتش قاسده بانت ديعيا يعني كنرسح يتيب لما تخرج شفا كريم بحدة ونطق شو حاجة اللي ما تخصكش وطول ما انت يعيش هناك ما تسوليش لاش حاجة فارحة حبتت راسه واخها خلوه وضرب هاك الباب اللي جاهده شفا فارح في الباب ويخرجه بقى تكاسب وانت كي تظن انه يعملك بطريقة حسن كيفاش غاي يعملك بزيان وانت وحده شاريع بفلوس ويعني مجرد تبيعه الشرية كان كي يحسبي للوفاة دياله مكسرات وبالساف خصني وليكالين بعد المد دياله عمار كان كي يصبر هاك وقلي يدعي لي وي هاتيني بحسج في هذا الوقت هذا قرر كريم ان بني بني ملجع الايتام تكون صدقة له وعبد ياله وفي هذه اللحظة بنتهت تفكر هذه الطريقة التي تتكلم بها فارح هذه الطريقة التي تتكلم بها فارح كان احسك بها من بعد ما تزوجتها فعملت بها طريقة خيبة تحصب سليع ويما عندها تدن حاسب حلا سنزيدنا اللمه معايا ولكن في نفس الوقت بقيت فيها وبغي نعاونه بأي طريقة امر والله يصلح الحالة صاحبي ارجع للدار مع الطل قعنا يا عسالة سجدتي نصلب حالها كاك قعك يشوف فيها وبساسم زوينة بسافة فرح ولكن خايف خايف انت اخداف برأسك ورجع ثانين توجه ثاني لديك اللحظة فارح فيقي فارح اه نعم قفزت من بلاصة لماذا نعصى في الارض؟ دموعه نازم يا كنت تذكر كلامه اسمح لي انا عارفة اني ما عنديش حق نسولك بشي حاجة لكن تخيف عليك مشي اكثر حيث عارفة اني كيان يلا نوضي 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 تناسي وش هس فارح البلاصة اللي كانت ناس فيها وكي شوف فيها متعش بالحالسة وش هتناسي بالاسدال الاصلة فارح بخجل اه حس كريم ذاك الخجل ديا لنبغى شي يزيديه لكي برزته اكثر ولي ريحك خلاه ومشى بشي بتلحواه يجوه كان سهدئ او اللي لغي ناسو في نفس الغرفة كل واحد يوم كان عنده المكان مخصص ليه ولكن داس شهرين على هذا الوضع كانت فارح كي تقرب امينة اكثر واكثر احساس معها ذاك الحالان لدي الام اللي تحرمز منه سنين اما كريم كان ديما يبقى في الخدمة دياله ويجوه في الخدمة دياله ويجوه في الخدمة دياله كانت فارح كي تحسبي الناس يسبب هذا الشي حد نهار جاء كريم على غير عادته فوقت هكا بكري وشل المكسب دياله كان داير راسه بانك فوفوك يفكر حس كي تحسبي دخلات انا عارفة انك موقع تشكتش تشيطر بسبب انا عارفة ان الوجود دياله مضايقك خسني رجع خسني رجع الحياة كطبيهية خسني مشي بحالة ممكن تطلقني دابة بارك الحدة بس حملتيني شهرين وكثر اللهي كثر خيرك ممكن تخليني دابة ممكن تخليني رجع نخدم ثاني في شركة ديالك وصدقني ودخلتها واحد بلاكس مراتك كاري مو لكن احنا مصافقين على عام انت ماشي مضطر توقف حياتك على قبل انا بارك الحد دهبة امسام سيحنة ديالك فرح بعد اسبوع قدرنا لنا صور ديال لوتو ايو بنتكمل ديك ساعة قريتك ديك ساعة تغنهضره ومشوخل لها كانت دادة صافية تتكلم مع امينة قتلها هذه المنسادي طيبة بالسعاف ام انت ذا زي عندك حقلها لا امينة تكتصلي تطيقيني لقلت لك باللحظة الماكلة لما تتاكل الشكل اغصب عليها انها تتاكل انا حاسة كنش حاجة منها وبين كارهم وحاسة بالله تزواج هذا في شيء انا تأكدها بخبين عليها انا بغتوش يضلمها بها باركة لا انها تشليها الشمس كينا الله يهديم ويصلح لحيالهم امينة بتنيضة يا ربي امينة شوفي دابة انت فرح خالي لقى لك اخدام مزوينة في مطعم كبير اخدام فيه وقال لك انك لا يمكن ان اخدام وهذه المسيحانة تبقى على اسبوع كيف تقدر ان تتخدمي و تحفظي في نفس الوقت ارحى هذه الماية المهم بعد الساعة مني نكون اغنبا نكمل بسيحانة تجيني انا كنت جديس اول موراة السابعة عندي وعود شوفي لي اعافك شي بي اسبوعي تكرهي لكي نعيش فيه مايك تكن سمينة قدر نعاونك اكثر من هكا ولكن انت عارفة الظروف متاسمت لها فرح و هي كانت تحضنها الله يخليك لي يا ميه هكت هذا الشي كاف يا حبيبة كافي مايه بأسف على حال صاحبتها اعلنتوا مصافي تتفقتوا انكم تتلقوا فرح بحزن قليم بعد المسيحانة ديالك غيه انت كل مو غنت تتعفقوا فرح وش بلي تكاسب غيه لا لا الحب ديالي مجرد وهم انا عيشه هو عمره ما غي يفكر فيها ولا غي يشوف فيها حتى تشوفها رامقش كي يحصل الدار بسبابي يعني بالمعنى الاصح ماك حاملش حصل وجود ديالي في داره متاسمت لها ميه ان شاء الله اللي جاي غيكون حسن صدقيني خلي عندك سيقف الله متاسمت لها فرح الحمد لله ولكن هافك بغيت سوحد يعرف موضوع الخدمة هذي ومزيان انه غادي يكون في المطبخ يعني مغي يشوف نساء واحد على بره ولكن قلش يا امن امسال امن اش حال ديالوقت ماي من ثلاثة العاصر ستسعد الليل عمر كريم مش غا سوقعيش هكا بطريقة هذي العام كامل طال الوقت اما مسافر اما في الخدمة اما في الشركة ما هاد كريم هكا حسن لي وليا عمر ولكن هاتش اللي كتديره غالطة كريمة يا عارفة عندما كنتظن انه كتديرها كيغي باش حسن ما حملهاش معك في الدار وفعلا هي انا فعلا كتحساكها وانا طلبس منها انه انهيو التفاق وانطلقوا وانت فعلا غا تطلقها ما عارفتش ما عارفتش ولكن من حقها اللي بغا تطلق ولكن ما دام دابا ماذا لكم الشهر وتطلقوا حاول تعملها على الاقل مزيان وما تحسسش انها كانت مجرد حاجة شريتي فلوسك ووقتت سالة هذا فارح اول يوم لعف الخدمة الخدمة ديالك سيكون في المطبخ ودبا يلادخلي لبسي الونوفام ديالك وما بغيت تغلطة وفي نفس اللحظة جز واحد لمن تقريبا في نفس العمر ديالها ماذا اسميك؟ انا اسمي فارح صارة بساس ماتلا وانا صارة سانيا كنخدم هنا اياه انا كنقدم طلبات للزبائن ماذا تصدروا؟ شف فارح نظرة محدرة وردي بالك هدي اول يوم عندك في الخدمة ماذا فهمتيني؟ ازلت ليها راسة بصمت خلها ومشى فارح واخيرا كملت الخدمة والله ساعد بساسمت لها سارة ساعدات كان انا بقى تلحداش بساسمت لها فارح وهي غدا خارجة انا عدي مش لحد خسنين متعطلش كان كريم كيت انها بغضب شديد كيف اشتعطلت تل هاد الوقت هذا ده ما وصلت حتى تلحد بخلت فارح يعارف انه كريم لانه كيتعطل يلا جاية طالعة حلات الباب جهة الغرفة ساكن تلقى قدامها مباشرة واقف قدام البالكم وكيكميها كبشة غاسة تلفت لها ممكن نعرف فين كنتي سلدابة فارح هيك هتحاول تكذب علي كنت عندما يصاحبتي وعليش ما تصلت شبية تقولها انا ما عنديش رقم ديالك باش نتصل بك قريم بحدة اذا ما كنتش تخرج كنتت سنينيسان جيوة قرالية ما كنتش عارفك امسا غادش ديك ساعة ما كنتش تخرج هالفاهيمة كنظن ان انا وزال ما تنقناش باش تديري اللي باغا فارح كتحسبت موه على دار في عينة باخدامة اعفك ممكن مش نحفظ مع مي بممكن خلي ما انا جي عندك وهكا رال فيلا أصلا خاوية سنسافر واحد الأسبوع خليها وخرج هذا يومين هي صافي كمالا بقاسها في خدمة ديالها سارة مسترشادي باقيك فارح فارح باقي انا ماذا هو هذا اصلا والذي لا تخافي هذا هو صاحب المطعم اكيد لا تطلب منك شيئا يمكن ان تريد منك شيئا ورقه او شيئا لديه فأرة اشار لعب القلاس لا تقلس بقيت واقفة ساكمل المكالمة لا تقلس بقيت فارحة بتطراسة تشوف الارض هانها كان مزيانة شكرا تلبسيني ماذا يوقفها يقرر منها وبدك يضحك سيقيني ماذا حيال هذه؟ لا تقلس بقيتها يمكن ان تشوف الارض بحالك هذا يمكن ان يزلها وجهها وتتكسب بعدها وجهها سمح لي وليس عرف لماذا بغيني ذلك الساعة سفت لي ماذا لديها كانت صغيرة قلت لك انا سيري فارحة بدون ما تحس ويتزدها ويتعطيب واحد الصفعة ثلاثية تلقى بعد على وجهه تخلط العروق في وجوه يترطقه بالغدب ويتخلطه ويتخلطه يدع على وجهه بل ما ترطيتك شكونا انا بنت الله اعب ذكي غوة على ذلك اللي يخدمها الجاغة ديال المطعم طلب منه ان البنت اللي كانت ذاهة لا يخليها الشبشيه وعلى الهكس يزيدها تخدم سوية اضافية تخرجها حسائية تخدم سائل بحل اللي كان يتزمكينها على الزبائي اللي كانين وقليه واخا ومشا تشعر انتها مجدي مباشرة شنو درسي؟ شنو يخلي سيشادي كيس عصبها كيها فارح التموع نازل معينا والله بدرت له شيء حاجه هو اللي سكسي 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 مبغيش نسمع صوتك كمال ايديك الشي اللي عندك وطلع غير تخدمها لبرا ولكنتما قلتوا نخدم غير داخل انا هنا في الكوزينة عند هذه الاوامر ديال الشادي ديال السيشادي فهم سيول الله وإلا ما كانش غدي تنفذي هاتش غدي تخرجي ببرا وبزز منها نفذ الطلب دياله دخلت فارحة عند امينا وممات كاريب تتكتشوفها اياك ابن سياك تلسيا ما تدخلش تشوفيني ما تجيش عندي حسن البيض سمحني يا مام امينا والله انت عارف البسيحانات وقرابين وكن حفظ انا ما كيبقاشتيا الوقت واخا ابن سيربي معاك حبيضة ولكن مالوجه وجهك هاكا مالك وجهك سفر كسبني عيانة متاسمات لها فارح بوجه وقال الارهاق من الحفاظه واخا ابن سي شوفي راح كاريب تصل بي وقال لي غديجي غدا تصل بيك فارح برتيبك اههه تصل بيك حساس امينا انها بحلقة تكذب عليها واخا ابن سياريكم من الحفاظه ديالك ودك الساعة مني ساري المتحان ديالك انتو نجمعونا وياك ونقره اضرب السفاك امينا متاسمت لها فارح وخلت ومشات كتحاس بالخوف اذا عارف كاريب انها تخرج من الدار هاد الي يمات كاملة بلا مسلمه او بلا ما يعرف شنو غديدين نعدات امينا انا دابت اكت بالله والدي تزوج بفرح اعلا قبل ماشين الفضل وصية ديالعم كاريم الحمدولي الله احنا المناقصة اعمر بتاسم بروك غتبشي الفيلا ولا الشركة كاريم للا غمشي الفيلا اعمر غمزو تحشت يا كاريم جاوبوا بحدة شو كنا دليتو حشة وضح كلامك اعمر غرني عارف كي كتفكر تلقي مسا غتبقى هكا كتبعد راسك شف يا كاريم اوه يوشي يا كاريم انت كتبعد بش متبغيهاش ما تكذب شعنية كتبعدية غتكذب عسائلة راسك انت انا اكثر واحد تفاهمك صاحبي رجح كاريم هكا كيتتكلم ولكن اقطع هاد الحديد صوت ديال تليفون دياله بسرعة قلبي اللي راجاي اقطع كان المحامي ديالكاريم اللي كيتتصل قل وضاره ورجع ديال المكتب على قبل الوصية لان الوصية لحد الساعة مازل ما تفتحاتش وكاريم بأسه عمي كان محدد انه ما تفتحش الوصية حسن بعد شعرين ما وفد دياله اوه مر خير ان شاء الله دخل عنده كاريم قلس هو كيتت ان المحامي يتكلم دباء وصد كاريم انت طبعا الوريد الشرائل هاد الممتلكات الشاد لكلها بدلو ذاك الضرف ولكن طبعا قبل من الاجراءات القانونية لازم تقرأ الوصية دي اللي عمك تفضل اخده كاريم الوصية كيشوف الطرف حلو تكيقرأ انا عارفة كاريم اني تلمتك بزاف بعد قراراتي انك كتدي ما كتوافق باش ترديني اهما كانت حتى لما اصر ليس عليك الزوج سلمة يعني كتس عارف ان هاد الزوج هاد غارط ولكن كتبغي نخليه في الحيماديالك حتنسى الوحيد اللي غز عارف سحافته وتخاف عليها من غير ما تظلمها كتخاف ان الموت قبلها ولكن الاسف هي ما تتقبل مني غباء منك نفكر ونخاف من اللي جاي احنا عارفين انه بايد الله وعارف اني ظلمتك مني اصر ريت وضغطت عليك تزوج ولكن تصدقني كتخاف عن الخدمة تسرقك وتنسى حياتك وطلما بعد ما تفوق يكون فات الفوت كبرسك ولو عمر جرا بك بسبب صدمتك في قصة حب فاشلة وكيف غادي تدير مع اول صدمت حب لي كرهت الحب وبعدها ولكن كان عمر ديك ساعة 40 سنة عيش حياسك كريم ما توقفاش عند نقطة معينة بالعكس دير نقاط تجداد وجرب ثاني وتعلم عارف اني طولت عليك بكلامي ولكن طالبي الاخير منك اني البنت اللي غا تزوجها لو نقدر الله ما رزحتش معها فما تطلقاش غير مني يدوز على وفاتي سنة عارف اني عود كنضغط عليك كنجبرك على الحاجة تديرها بزز منك ولكن هذا الاخير طالب عنديها كاري عارف اني كنساول دي لي ما ولدتوش بعد ما قرى ديك الواصية مزلو دموعه بلا ما يحس وما نفدش لغبات دياله بسبب انه مجبره لعدش ولكن حبا فيه عنده عمره ما قدر ينسى انه الاب دياله اللي ارباح ارجح كاريم الفيلا اول من سولانية فرح ولكن ما نقاهاش مش عند امينة باش يتقمن عليها ومبعد مش اللغة دياله مكايت ستناع انك يحس بالقلق قرر اني مش عند ما يساكد اذا كانت او لاشنو مي مصدومة من شافس كاريم كيوقف قدامه قدام باب ديالتار السلام عليكم مي برسيباك وعليكم السلام رحمة الله مي برسيباك كاريم اولا كانت اعتادة لحي جيز من غير السيدان و جيز مع الطلو لكن فرح كانت قتلية قبل ما يكمل كلامه جات لأم ديال المي شكولني عنا البابة مي مير سابكات كاريم رجل فرح ما يقول لي ا Jenna والدي دخل دخلت فضل اسم الله كاريم شكرا نخالسي ولكن انا ما اخذ فرح كينا معكم لا والدي فرحة مرحة سعدنا مرهة زوجات كانت مي تشوف كاريم و هي ما عرفت شو ستقوله انطق كريم سمحوا لي كان اعتدر على الإزعاج قتلي غدا عند صاحبت أنا قلت يمكن هي مي ما سورت شيئنا صاحبت سمحوا لي مشا كريم أمي بينه والناس ومحسار ملبسة لي وتساهل فرح كل خير الله يعودها يا ربي يكمل اليوم بخير شافت فهمي بتي سامة سبحان الله خدمت في الشركة شحل منها رئيس قد برسلمون الشركة قصة ولا في الأحلام يا سلام كانت مي كتشوف ماما ويا ما زالة مصمرة بلاصب حلا تسخوا على صل ديال ما بارد قالت في صوت من خاف نير الله يحفظه صافي شنت التلفون دياله كانت تصاصل فرح ولكن التلفون دياله كانت تافي نير يا دليل كحلا نيري مع رسكي غنتوز عليها التلفون دياله طافي كيفش غنقل لها بالنراجع أرجح كريم اضطره وصاخت مباشرة عيات الصافية سهولة على فرح واشطول هذا الأسبوع اللي كان غايب فيه كانت تخرج قتليها لما قالتها شلك كان كبيرا أنها علمها بكل شيء سولى عش كانت ترجع قتليها مهات الصعود وذلك الوقت كانت تفرح تحاول الناس كمال خدمتها بصورها كبيرة على أمل أن صاحب المطعم يخلها تخرج قبل موعد انسرف ولكن حدث العكس زاد على المعاد انسرفة ساعة أخرى شاهدوا كيشوف بش مئزاز دريدو على وجه غديندفع كثير من غالي ويسيرها أعطيها ويسيرها قتليها ويسيرها كانت تشاهد لم يكن من يشعر أنه كانت شيئة مفتاح لماذا يفعل فرح بطريقة مع أنها مدار سواء وخدام ومصبح ويقفة على رجل وحدها شاهدي لم يأتي للمطعم ومعنش مرة قليلة ومعنش ولكن فضل اللحظة كان يصوني التلفون ويخرج من المطبخ حبيبا ربع ساعة نكون عندك وش دراسك غادر شادي المطعم وخرج بره بسرعة لسيارة وفي ذلك الوقت بدأت كانت صارة تسوي الفرحة لماذا تغير معا في المعاملة من ديك الوقت اللي مشتلي المكسب ديك من ورد وفرحة النظرك قصيد ولكن الله سعبرت علي السهل كي حسب لي قاعد البلد الناس اللعبابين يدتي الله يا ديك الساعة مجدي وأخيرا الحمدول الله فرح براجحة احفاك الموعد الخروج على جاري جام شف برود تقدر يتمشيه ولكن غنجي في الوقت بالضبط ما نقصين شكلة من عنده رجعت فرح الفيلا وهي كان التالي لله انه ميكونش كاري مرشعة من السفر ولكن كان السائقة القاتل لطو دياله بلاسيا برا اسمح لي يا ربي عارف اني غلطس كان نكذبه ولكن ما كان شكل حياتنا ولكن انا مضطرة نكذب عليه بشها كان قدر نبقى خدامه ونباني الحياة ونكون شامع عليه طلعت فرح للغرفة بصورها وهي كانت تفكر شنو غتي تقول ليه لسؤوله قاتل قاتل على السرير بغضو سام بحل موقعه وانه السلام عليكم كريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله على السلام بس كم سوصلت قاف هوك يقرب منه شد لها دراعه بدون سابق انتر فيك تسين مبلا ما تدري تسمسينيه السخيفة ديالك و تقولينيك نسعد مي بس كانت في كيده غياب بصورها ما أنبقي تكون لاتما حتى تسينORT وضعتك بعد لتصبع نحن لي حجته ليرér حلت منذ أجلب قد تساءل مالisierung رائع نستهال لا انا راجلي انا ازواجنا مجرد اتفاق وقربيت سالة وكنتظن ماختكش الدخل في حياتي كما انا ما كانت تخش في حياتك ما عندكش الحق كاريم بغضب ومازارك يضغط على دراع بلمس بالدليل الموضوع سحاولي تلفيني فكتي ما بغيش نعود السؤالي مرة اخرى فارح اعافك تلقى مني ما غديش نقولك فكتش انت هكذا ادفع على السرير قلت ما بغيش تقولي داكو انا غدي نقرر السؤالي ثاني وانا ما غديش نقولك ما عندكش الحق تسموني طعفي شهر وغدي نتلقوه مديك ساعز غدي نخليك غنمشي في حالاتي وانت بحالك كان كيحس بالجنون كيرعب وليه فقرات وصافي وصلوا للطب ورجال الغضب مامن يكنسي يا ليلة فارح بصدمة مامن شاس في بكي برياء كان ضن شي حاجة ما كانت تخصك شحياتنا صفقة وغاتسالي عن مقارب كل واحد يخليه في حاله حسن ومامن يكنسي يعني يكسبها شي واحد فارح بحدة قلت لك ما كيخصتك شنكون مع اللي بغيت نكون معا مشي سوقك كنظن ان اتفاقنا بدك يقرب منها وانا غيرت الاتفاق كيفاش غيرت الاتفاق شنو غادي تدير قرب منها اكثر غادي ناخذ حقي وكنظن هذا حقي كنت حاولت تقاتبع عادلية تصنوض من ذاك السرير حلما ما تتفقناش على هذا الشي كريم وانا قلتلك اني غيرت الاتفاق ما تخافش غادي نزيدك الفلوس وينتكاسبك وقد تضربو على صدره انت صح ما قائنا ما بغيكش مبغى منك اوالو الفلوس كل الاولو بعد يلي حال ما اللي كي شوف يوم بدك يضحك مغضبه ويحسيه يا فنفس الوقت هو خالنا مبغىش الفلوس؟ داكو داكو غادي يخليك مادام كريم الشاد لي قدم كل الناس يكتشيلي مبغى الفلوس والشهرة متكاسبك اوالو ما بغى منك اوالو مبغى منك اوالو لكلامها كان كريم بدكيس الجمالية كسقا ومشدة ولكن مخدراتها لين